الذين يمسكون المال ولا يخرجونه لا يخرجون الزكوات والنفقات الواجبة إن الباخلين بهذا سيكونوا ومالهم وبالا عليهم يوم القيامة وسيعذبون بما بخلوا به ويطوقونه حول أعناقهم يوم القيامة من بخل بمال وجب عليه ولم يؤده من زكاة أو غيرها عذب به يوم القيامة يطوق آمانعو الزكاة بالأموال التي منعوها على شكل ثعبان أقرع خبيث قال عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع ما معنى أقرع سقط شعر رأسه لكثرة سمه وتقدمه في العمر له زبيبتان نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه يطوقه يوم القيامة يعني يجعل حول عنقه كالطوق ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه جانبي الفم جانبي الفم ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية رواه البخاري يؤتى بالمال نفسي ليعذب به صاحبه تهب فضة تصفح صفايح من نار يكوى بها جبينه جنبه ظهره كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يعني لا يخرجون زكاته فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يحمى عليها تتحول صفايح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ليش صد عن أصحاب الحاجات جاءه السائل من أمام أعطاه جنبه جاه من الجنب والله ظهره خذ خذها الآن في جبهتك وجنبك وظهرك كما توليت عن الإنفاق الواجب قال تعالى هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون طيب وإذا كان واحد عنده إذن بقر غنم لا يؤدي حقها قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منا حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها يعني يبتأتي إلى الماء والمساكين المجتمعين إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر يعني صاحبها يبسط على وجهه أو على ظهره في أرض مستوية أوفر ما كانت تجي كلها يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا حتى الصغار تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم ثم ذكر البقر وذكر الغنم وأنها تنطح بقرونها تعضه وتطأه بأضلافها تعضه بأسنانها تطأه وتعود عليه وتطأ وتعود وتعض وتنطح وتطأ وتعود وتعض وتنطح هكذا خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة ما نعزك ما نعزك ويل له ويل له هذا الأموال وهذا النقد يتحول إلى صفايح وكوي ما في إلا كي كي بالنار كي محمى محمى بالنار محمى بالنار مو على لحظة على لحظة لا ممثل كي الدنيا لحظة لا طيلت خمسين ألف سنة فيا من بخل بماله الواجب عليه إخراجه أما وعيت بعذاب الله أما اتقيت غضب الله خزائنه واسعة وما لك سيفنى وتفنى معه ولا يبقى إلا الله خير الوارثين والمال ماله هل لا تصدقت وأخرجت الآن هل لا أعطيت ما أوجب الله عليك الآن ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض أنفق ينفق عليك قدم من مالك ما تستظل به يوم القيامة إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا إنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب والبخل لا يضر إلى نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم البخيل سيترك ماله للورثة شاء أم أبا والبخيل متوعد بتلف المال عاجلا أو آجلا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعطي منفقا تلفا رواه البخاري تلف المال وتلف صحة صاحب المال تلف الحسي والتلف المعنوي تلف السرقة وتلف الحريق وتلف ما يكون بالعوامل الجوية وغيرها وتلف نزع البركة هذا في الدنيا وتلف نفسه الذي سيخلي المال يمشي ولا ينتفع به نسأل الله أن يجنبنا الشحة والبخلة وأن يجعلنا من القائمين بحقوقه وحقوق عباده وأن يجعلنا من المتصدقين إنه سميع جواد كريم